بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً فيكم من جديد معاكم عبد الرحمن متخصص في مجال التجارة الإلكترونية ومدرب معتمد على منصة إي أميرة للتجارة الإلكترونية راح نتكلم عن موضوع مهم جداً اليوم وهو كيفية إلغاء حسابك في شو بي فاي هل حكينا دائماً أن المتجر مستقل مهم جداً أنك أنت تستخدمه لكن في بعض الأحيان تضطر إلى إلغاء هذا الحساب لأسباب معينة ومن ضمن هذه الأسباب أنك أنت بدكاش سيستم شو بي فاي وبدك تروح على متاجر عربية زي سلة زي مكاني زي مثلاً تعمل عن طريق مثلاً الورد بريس إذا بدك واحد عربي يعمل لك إياه أو واحد أجنبي يعمل لك إياه وما بدك شو بي فاي مع أن شو بي فاي من أقوى المواقع في أنحاء العالم أو ممكن يكون السبب أنك أنت بدك تعمل الترافك على الفيسبوك والإنستجرام لفترة شهرين ثلاثة تجيب سيولة من شغلك عبر الإنستجرام والفيسبوك ثم تنتقل إلى شو بي فاي وممكن تكون أنت ما قدرت تعمل متجر شو بي فاي لأنك ما تعلمت كيف تعمله وبدك تضطر تخلي حدا يعمل لك إياه وما عندك سيولة هناك أسباب عديدة بتخليك تلقي شو بي فاي بس نصيحة إذا أنت إنسان بدك تعمل تجارة إلكترونية اعمل متجر إلكتروني ضروري وإذا ما معك سيولة ابدأ بالفيسبوك والإنستجرام وطورها لك شوي شوي إذن أول طريقة بنعملها بدنا نروح على سيتنج شايفين سيتنج؟ هيا تحت بأسفل الصفحة على شمال سيتنج تضغط على سيتنج بتروح على بلان جميل وبتنزل تحت بكل سهولة بتعمل دي اكتف ستور بتنزل تحت شوف برح يطلع لخيارين بيحاول هو يقنعك إنك إيش اتضلك اتضلك تمام بعدين شو بتعمل بتنزل تحت بتعمل دي اكتف ستور بعطيك شو السبب بتحط مثلا I am not making enough sales مثلا حط السبب اللي بدك إياه هلا هذا السبب ليش حطوه عشان هم يعملوا دراسة ليش الناس قاعدة بتسكر حساباتها عندهم ويحسنوا التعامل بعدين بتروح على continue وبتعمل continue to deactivate طبعا بطلب منك الباسورد بتعمل طبعا الآن دي اكتفنا وهيك بخلص ترجمة نانسي قنقر